ومن أحرار المسيلة في الحقيقة إلى أحرار أثورثلان كان هناك خروج قوي اليوم كما عوّدونا هؤلاء الأحرار أحسر اليوم كما قال يد 게ش اليوم يتحرر هناك العظيم وعقل في نفسه تحرر صحيح جسديا ماديا ما زال تحت حكم احتقلال تحت حكم الاحتقلال اي احتلال وطني احتلال بالاسماء نفس الاسماء نفس الالوان نفس الصور تاعنا لكن يحتلونها بدل ما ان يكونوا في خدمة البلاد اصبحوا يحتلون البلاد الشعب تحرر اذا نفسيا اخلاقيا فكريا معنويا وهذا هو بداية التحرر الكامل ان شاء الله شعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية بإذن الله وكان هناك ايضا خروج في مناطق اخرى من بينها هذه في سيدي بالعباس بالرغم من كان هناك اليوم يقولوا كان هناك غبار كبير يعني كان العلماني كان العصابة بشرب عينا اوهي اوهي كبلوا فيها لازم على العباب سألهم يخلجوا لازم على العباب سألهم يضمسوا دولة مدنية مشي عسكرية وليعيش الشعب خرى دولة مدنية مشي عسكرية مكان إسلامي مكان علماني نعم عندما تكون المعركة هي معركة استرداد البلاد استرداد الوطن مكاش إديولوجيات الحراك في كل إديولوجيات لكن الحراك لا إديولوجية له النهار لتحرر الشعب تحرر البلاد تحرر المجتمع كل واحد يختار الاتجاه اللي يريد الأفكار اللي يريد الإديولوجيات التي يريد يتبنى ما يريد تكون حرية لماذا؟ مرة أخرى نذكر بها يقول عز وجل لا يكره في الدين إذا كان ما كانش إكره في الدين لا يكره في الدين قد تبين رجد من الغي فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد السمسك بلعوت الوثقى لم يكن في صمالها إذا كان ما كانش إكره في الدين وتلاحظوا أن هذا اللفظ هذا الجزء الأول من الآية جاء بعد أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي جاءت هذه الآية لا إكره في الدين ما كانش كونترانت في الاريولوجيا ما كانش كونترانت في الدين إذا ما كانش إكره في الدين فما كانش إكره في شيء آخر لا في أي إيديولوجيا ولا في أي سياسة إنما تتوافق الناس على القوانين والقانون وتكون هناك دولة القانون لتحمل جميع ودولة القانون نابعة من المجتمع قناعات المجتمع قيم المجتمع أفكار المجتمع أخلاق المجتمع دولة تقوم من هنا ويتوافق الناس على بناء الدولة دولة العدل والحق والقانون فإذا انتفى العدل كان القضاء يصلح ذلك انتفى الحق كاين أجهزة كثيرة تعمل على إعادة الحقوق لأصحابه اليوم الأجهزة سواء الجهاز القضاء أو البوليسي أو المخابرات أو أصبحوا هم في كثير من الأحيان هم المشكلة ليس هم الحل يعني يتفق الجزائريون اليوم إجمالا على أن القضاء فاسد فساد عارم وفيه رشاوي بلا حدود وفيه المظلوم يسجن والظالم لا يسجن والظالم قد يسجن قليلا وغير ذا يدفع أموال يخرج والمظلوم يجب أن يدفع رشوة أيضا ربما ليجد حقه وحق بسيط ويتحول الظالم إلى مظلوم والمظلوم إلى ظالم كثير من الناس ضعت أراضيهم أو ضعت شققهم أو ضعت تجارتهم أو ضعت لأن القضاء مجرم قلب الحقائق الظالم أصبحوا الضحية والضحية أصبحوا الظالم وفي كل مجال كين هذا الأجهزة القائمة اليوم في البلاد هي أصبحت تلعب دور أبشع من اللصوص ومن السراق العاديين هذا لصوص وسراق ونهاب لكن بكستم وكرافاتة وبمناصب وبحراسة وبسيارات وبديشوفير وأسألوا أويحيا وأسألوا سلال هذه هما الآن باعترافاتهم هما فمكاش إسلامي الآن مكاش علماني وش معنىها مكاش إسلامي مكاش علماني بمعنى أن هذه الأفكار الإديولوجية للمخابرات بثتها زمن القيد صالح كان محاولة تفرق الشعب بين عربي وقبائلي فاشلوا وخر الشعب الجزائري يقول في كل مكان القبائل خاوتنا بركونا من الفتنة وسقطت فتنتهم كانوا يريدون حرب ولولا رجال ونساء أحرار ساهموا في إطفاء الفتنة اللي كان يريدها آنذاك النظام بقيادة القيد صالح لربما كانت تحولت الجزائر إلى أروندا أو بورندي الحمد لله الشعب فاهم ولذلك في كل مكان خرج الناس يدافعون عن إخوانهم واعتبر القبائل هذا الموقف التاريخي من شعب الجزائري موقف لن ينسوه أبدا لأنهم كانوا في لحظات كان فيهم يطحنون طحن بالبروباغندا تعال النظام وتعال العصابة وتعالأذناب وتعالذباب هاو تبين الآن الآن لما انقلبتها رجع توفيق ودولة التوفيق ومن حوله فعاودوا ورجعونا للإسلامي وللعلماني كاين أحرار وكاين عبيد كاين كادياس وادياس وكاين اللي يواجهوا العصابات والنظام ما كانش فروقات لا على أساس لغوي ولا عرقي ولا إديولوجي ما كانش في التسعينات كانوا علمانيين مع الانقلاب وكانوا علمانيين ضد الانقلاب كانوا إسلاميين مع الانقلاب وكانوا إسلاميين ضد الانقلاب أو وقع عليهم الانقلاب أيضا حي الله حرار سيد ابن العباس العبابسة كما قالت السيدة الفاضلة التي كانت تتحدث اشتركوا في القناة